السلام عليكم اليوم عن نوحة الخبار كيف الرحل الجالية المقيمة بالخارج الخبار يتعلق بالاستعدادات لعمليات مرحبا 2020 وهذا الخبار هذا هو من طرف وزارة الجهيز والنقل المغربي هذا هو خبار موتوق كما تشوفون هنا في الصورة لكي يدخلوا المهاجرين المقيمين في الخارج هذا العام من شاء الله المغرب ويدوزوا العيد الكبير والعطلة الصيفية مع العائلة ديالهم في المغرب المختلف هذا العام هذا هو كما تتعرفوا بسبب الفيديو سيعني كان إجراءات جديدة سواء في الساعة ديال الاركاب ولا في الساعة ديال الاقتناء للتذكيرات ولا في الساعة ديال الصعود على مثل الباخيرة ولا حتى فسط الباخيرة يعني مليك يكون الوحد فسط البركو شي قطع ما بين إسبانيا والمغرب الإجراءات اللي غادي تتاخد فسط البركو داخل البركو يعني الارباب ديال الباخيرات يخصهم يعني يعني يعدي ينضفوا وينققوا ويتهروا الباخيرة بشكل يعني مش بحل الطريقة ديال 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 لانا ما ديك الشي خصي يكون طريقة أكثر من الطريقة ديال 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 هاد الباخيرة هادي غادي تهز غير واحد خمسين في المئة من التاقة الاستيعابية دياله باش لتكون مسافات التباعد الاجتماعي فسط الباخيرة هادي كنت موحد البلاسة باش يعزلوا فيه فيها شي واحد إذا كان فيه الكورونافيروس اه غادي غادي ايدي و اه يعني ما يكونش البوفيات محلول ما يكونش يعني بحل رسطورة في حل فيحل فهمت في الناس كالتلاقة و كلي يعني يقدر التعادل مع بعضياتهم غادي غادي كن بلايس يعني فانت مش يتخسر يدك والصابون لباش تطهروا تنقيدك ويزيد على هذا الشهاد ومزمعه سيوزعه في البطوات تلك المعقيمات القراعية المعقيمات وكذلك الانسان يعقم يدعوه ومعيكونش الكليماتيزازين يكون ذلك الفرفالات التي يردوه على ابنه ويحاولوا يكونوا يوعيون الناس ويضعوا مع النصف البركو لانه يقرب ش عند بعضه وما يتعاداش مع بعضه سواء الكورونا فيروس هذه فيما يخص الإجراءات التي خصت البركو سوف يتعادلون الطريقة التي يتعاملون بها مع المسافر من الذي يمشي يشري البيئة أول شيء البيئة لا يتعادلون في الوكالات أو في المرساة أو في البركو البيئة ستعادلون في الانترنت ومن الذي قبل أن يشري الانترنت يجبونهم ضروري علموك ويقولون لك بأنك ستعادل دليل على أنه لا يوجد الكورونا فيروس ويخبروك أيضا بأن رب اللي ستكون أطلع البركو سيعملو لك الكنترول الاختبار للحرارة باش يشوفوا كيف يعمل الحرارة ويقدرو حتى يدروا لك شي تجريب أو شي تستاخر إذا شكو فيك وأيضا بأنك ستعادل في قول ما تشري البيئة بأنه ضروري دمعك الماسك يكونك يغطي دقمك ومناخرك وكذلك تكون عارف بأنه ستحترم هذه العلامات التشويرية الانتحت التي تحفظ على التباعد الاجتماعي وقبل ما يتبع البيئة يخصم يعلمك ويقولون لك في علمك أنه لا تدوز هذه الإجراءات كاملة وتوصل إلى المغرب أنه بإمكانهم يديروا معك إجراءات آخرين باش يشوفوا باش عندك الكورونا فيروس ولا لا وإذا جبروا عندك الحس ديال الكورونا فيروس راه بإمكانهم يعني تترفض أنك تدخل للمغرب وترجع بحالك لأوروبا مرة وهانتو ماشي دي هانتو معارفين القانون ديال الشرط ديال لأنك تسلبي ودخل المغرب في هذه الدرفية باش ماشي الإنسان مثلا يمشي يدخل نتمك ويجبروا عندك الحرارة ولا الكورونا فيروس عادت بدا تغوات وحنا يجينا ما كاداشي بحال كي يعمل الإنسان ما كي يسافر في الطيارة راه كذلك في البركو راه ستكون عارف شروط العقد اللي انتي نسانع لي راه موجرد ما كتشريبية الطيارة ولا ذلك البركو راه موافق على ذلك العقد ما بينك وبين لعياتك ذلك الخدمة هنا كي هدروع للإجراءات اللي يتتخذ في الاركاب والنزول موهم هنا باختصار كي هدروما تقربش للجيش يخصوه يكون مبروتيجين الناس اللي خدامين فيه مخصوه يكونوا عاملين احتياطات دياله مهدا اللي مهم بالنسبة لأنك مسافرين اللي عادي سافروا هو يعني راك يقول لك عادي ياخدوا وقت باش باش الاركاب والانزال يعني من لدي ما يبقاش الداحش وما يبقاش خلوه ديك مسافة الأمان باختصار هاتش اللي فهمتنا هنا نزيد عليهم ثلاثة من قطعات المهمة بالنسبة لأنك مسافرين في خلال يعني الصعود والاركاب والانزال هو عادي يقول اللي وما راك را يفيري فيه معاك الورقة ديال ليا الكوفيد التعتاش واش فيك ديك الكورونا ولا لذيك الاتستاسيون ها ديك شهادة اللي قد تقول فيك وغادي يقول اللي وما راك را يشوفو فيك الحرارة وغادي يقول اللي ويشوفوه عندك الماسك معدل مزيان ومهم جدا الحرارة ديالك مخصص تفوص 37.5 راكات بينها مرة اخرى هنا يوجد اللي ويهضروا عاو تانيك على الاجراءات وكيف يشخصك التعامل من يتكون فوصت الباركو تخلي مسافة الامان تحترم ديك العلامات اللي كتكون في الارض كتقول لك ما تقربش هنا ما تدوسش هنا لا في الشاجع يكون كيعملو لك في واحد الإكران كي تدوس سمك بيانا الكورونا فيروس وذيك الأخبار ومهم أبور ديك الشي اللي قلناه قبل تقريبا كي تعاود هنا بطريقة آخرى هنا يقما كتشوفوا هو شنين عايتون هذا استعمال الزمن هو استعمال الزمن ديال فوقاش عادي يبدأ يعني عملية ديال الدخول المغرب يعني يبدأ في اللول ديال شهر سبعة اللي بالخدار عادي تكون يعني الكاباسيتي ديال ديال البركو غير 20% اللي بالفارغة تكون 50% اللي بالتيني ما بين 50% 90% واللي بالحمار تقريبا 80% ديال الصعة ديال البركو و هي هذه عملية ديال ديال الخورج يعني ديال العودة ديال من المغرب من اوروبا اه مهمة و تقريبا نفس الشي و هي تم الالوان و المفاتيح حيث توقف الفيديو و قرأ ذلك شيء لا خطرك و ذلك شيء راه تقريبا مبسط و لو انه باللغة الفرنسية هنا يحدث الأسطول والرحلات التي ستكون يومياً ما بين الخزيرات والطنجة عسراء ما بين الطريفة النادور الحسيمة مهم هنا هو ما كاناش الدخل من سبسة ومليلية ما كاناش الدخل من سبسة ومليلية كنا من نادور كنا من طنجة ولكن ما كاناش من سبسة ومليلية وفي الآخرة الإخوان والأخوات الانسان يفكر مزيان مع رسول وش يدخل ولا ميدخلش من المغرف دل هالضروف هذي ولا حسب الوضع ايه ولا حسب الحاجة يعني لكنش حاجة مليحة ولا ونطلبه على الله خير ان شاء الله الرحمن الرحيم ونشر هذا الفيديو راح فيه خير للجميع بنسبة للمهاجرين اللي في اوروبا تقريباً كاملين والسلام عليكم